مساء الفولة جمعية اخباركو ايه? يا رب بتكونوا بخير او صباح الخير على حسب انت يعني بتشوف المحاضرة اي ام ولا بي ام. حنتكلم على محاضرة. محاضرة دي انا قلتها في الهارد فيليار سامت. حبيت اشاركها معاكو. هي على ال اس جي اللي تو انهيبتورس. ولكن بشكل انتقادي شوي. يعني احنا عارفين ان الاسجليت تو واخد الكيرف في السماء وطلع احنا عايزين فعلا نعمل ونشوف فعلا هي واندكيت زي ما بقول ولا لا. عارفين ان في الجايدلاينز 2021 هارد فاليار طلعت قالت ان ان الدابة والانباج لفلوزين بيقللوا في العيامين الهفرف اللي هو الهارد فاليار وز ريديوز ديجيكشن فاكشن. ويجيه الابديت الفين تلاتة وعشرين راح مكمل الايه? الطرطل. طيب احنا يا جماعة الدابة والانبا بيقللوا الهارد فاليار وز ميل ديجيكشن فاكشن. الاستميتد كلينكال بنيفيت اللي الناس كلها قاعدة بتتكلم على الميكانيزم ازاي هو بيفيد فحالات الهارد فاليار? لقيوا ان هو هل مورتاليتي بنيفيت ولا هارد فاليار هسبتليزيشن ولا كواليتي وف لايف? ولا بيشتغل على الريمودلينج ولا بيحسن الرينال فانكشن الصراحة فيه يعني فيه سبجيستد كلينكال بنيفيتس شغالين عليها. طب هو الافدنس في الجايدلاينز اللي احنا لسه هلينهم دوجه من اين جيل من اربعة ترايلز اكبر. فيه تو ترايلز خاصين بالدابة جليفلوزين. الدابة اتش اف والديليفر ترايل. وفيه تو ترايلز خاصين بالامبا جليفلوزين اللي هي الامبرول ريديوست والامبرول بريزيرفتز. نبدأ بالهارد فاليار وز ريديوست ايجيكشن فريكشن. ونبدأ باقوى الترايل اللي تعملت هي الدابة اتش اف. الدابة اتش اف ترايل جابت الناس اللي تحت الربعين في المية. هارد فاليار جوزي ريديوست ايجيكشن فريكشن. واكدت وجود الهارد فاليار ان البي انبي ليفلز عالية. وخدت جي اف ار لغاية تلاتين. طيب. ولكن الترايل لازم تخش تشوف الاستاذي بوبيوليشن بتاعها اخباروية. الناس دي ماشي على ميديكشن ايه. تعال كده نشوف مع بعض. يا لهوي. تلاتين في المية من العيانين ما بياخدوش مينيرالو كورتوكويد انتاجونس. ما بياخدش على الرغم جي فار اكتر من تلاتين. النقطة التانية ان عشرة في المية فقط هما اللي ماشيين على اللي هو يعني احنا دلوقتي بنجرب الدابة لعيان مش ماشي على اللي هو قبل كده. انا عارفين قبل اللي في عندنا اللي هما او او ار بس او ارني في المنطقي او البديهي ان انا لما اجرب اجيب عيان ماشي على التلاتة دول وعارفين ان الديوريوتكس بنخش بيها او بنطلع جنب بقى لما عملوا استادي وقسموا مجموعتين دابة وبلاسيبو لقيوا ان وده كان واضح في والكاردوفسكولار مورتاليتي اللي اتنين نزلوا بس ولكن كان في ملكوزة مهمة جدا جدا ما تفوتهاش اي تراية اللي تخش في الصاب جروب تشوف الدابة ده حسن مين ومحسنش مين هتلاقي ان العيانين اللي كان نيها تلاتة ما تحسنوش بالدابة دي نقطة غاية في الاهمية يعني معنى كده ان هو بيشتغل في الناس انيها كلاس تو ما بيشتغلش في انيها كلاس سري هل بيشتغل في الهارد فاليور بدري ولا بيجي في الادفانسد ويشتغل هنشوف يبا ده لغاية دلوقت الديتا بتاعت الدابة اتش اف بتقول قال للمورتاليتي قال تعالى نخش على وهما قالوا بقى ايه طب ما تتيجي بقى ان التعافة وناخد اعنف اسوأ فراحوا جايبين ايش جروب اعلى شوية اقل شوية جي افار خدوا لغاية عشرين والبي انبي فاليوز عالية فهم ما يعني بالعرف كده واخدين ناس اسوأ لما خدوا الناس اسوأ ليه ايه بقى اولا برضو عشرين في المية بس اللي ماشيين على ارني وبرضو تلاتين في المية مش ماشيين على منيرالو كورتوكويت انتاجونست ويمكن هنا العزر بتاعهم ان الجي في ار واخدين لغاية عشرين ولكن هل فعلا التلاتين في المية دول الجي افار بتاعهم لا يسمح بالمرار كورتوكويت انتاجونست ولا لأ ده سؤال مهم يعني هو ما قال ليش كم في المية كان ماشي على لما عمل ولكن هو المسؤول عن يعني هتبص تلاقي الكيرف بتاع الامبة قال للهسبتاليزيشن عن الكيرف بتاع البلاسما ولكن على مستوى الكارديو فاسكولار مورتاليتي ما كانش فيه الاتنين زي بعض الخد ده ده اللي مخدش قصدي اللي خد امبة واللي مخدش اللي اتنين هصل لهم نفس المورتاليتي وكانت كان قليل ولكن تعالى نشوف على مستوى الساب جروب اناليزيز هتبص تلاقي اجين انيها فانكشن كلاس تلاتة مفيش فرق البي فاليو لما احنا حسبناها كانت نانسي جنفك يعني ما قللش ولا الكارديو فاسكولار مورتاليتي في العيان انيها فانكشنال كلاس سري وفيه هنا باعة لوة غريبة جدا جدا قال لك با لما كان اكتر من تلاتين في المية محدش استفاد بحاجة تقريبا دول كانوا آآ حوالي خمسمائة عيان خمسمائة عيان كان بتاعهم اكتر من تلاتين في المية مستفدوش يعني معلومة غريبة ولكن يتحط عليها علامة استفاق يبلغت دلوقتي في الهارت فاليوزي ريديوز ديجيكشن فالكشن نو مورتاليتي بنيفت اور هارت فاليوزيزيشن بنيفت في الناس انيها فانكشنال كلاس تلاتة خلينا فاكرين ان الدابة بس هو اللي قلل انما الامبة ما قللش المورتاليتي لما نيجي ننتقل على الهارت فاليوز ميلد ريديوزد والهارت فاليوز بريزيرفت جيكشن فلاكشن نبدأ بي الامبرول بريزيرفت ودول روحا قارن بين الامبة والبلاسبو في العيانين الهارت فاليوير وجيكشن فلاكشن بتاعهم اكتر من اربعين في المية وخدوا الجيفار بتاعهم لغاية عشرين اجي يعني اه الاسكيميك اترش كان ربعين في المية ولكن الغريب ان في الجدول بتاع البوبيوليشن طب العيان ده كان ماشي اعلى مش عاملين ممكن يكونوا حطينها في ولا حاجة بس مش مكتوب تيجي تشوف اتبص تلاقي ان صحيح ولكن زي ما انت شايف الخطين ماشيين على بعضه مفيش فرق بينهم يعني الخد امبة زي اللي ما خدش امبة ان تيرمز اوف كارديو فاسكولور مورتاليتي اند اول كوز مورتاليتي طيب بما ان الكارديو فاسكولور مورتاليتي طب ما تيجي تشوف كده الساب كروب اناليسيس بتاعك اخباره ايه هتبص تلاقي في معلومة مهمة جدا ان لما كان الايجيكشن فلاكشن اكتر من ستين في المية العيانين ما استفادوش بالامبة جليفلوزين واجين لما كان العيان نيها فانكشن كلاس تلاتة العيان مستفادش بالامبة جليفلوزين وكانت البي فاليو نان سيجنيفكات طب ليه ليه العيان لما يبقى ادفانسد هارد فاليور ولا نيها فانكشن كلاس تلاتة ما بيستفادش بالسجريتو انهيبتور انع رغم ان المفروض يعني المنطب لما يبقى العيان يعني ادفانسد هارد فاليور وادديله ده ويتحسن طب متين كده نشوف ايه بقى? السر وراء الموضوع ده وتعالى نخش على علاقة الديوريتيكس بالامبة جليفلوزين في الترايل دي. هم جابوا الناس دي وقسموهم هم ماشيين علي ايه? فيه ناس ما كانتش ماشي على ديوريتيكس ماشي ماشي على آآ لوب ديوريتيكس جرع قليلة ماشي على نعم لوب ديوريتيكس قسموه. لقيوا ان اللي سجلتو قال الهوزبتاليزيشن اللي هو الهارد فاليور هوزبتاليزيشن اللي هو اصلا نزل نزل في كل الناس معادة الناس اللي ماشي على هاي دوز ديوريتيكس ما اصرش فيها. يعني اللي هو اصلا محتاج ديوريتيك دوز اكويفلينت لأكتر من اربعين ميلي جرام فروزيمايت في اليوم اللي سجلتو لم يقدم له اي فائدة انتيرميز اوف هارد فاليور هوزبتاليزيشن. والمعلومة التانية بقى الجميلة ان العيان اللي مش محتاج ديوريتيكس لقيوا ان الانباج لفرويزين قلل الكارديوفاسكولار مورتاليتي. وده بيأكد الكلام ان هو اللي بيدي بنيفت اما لغاد دلوقتي احنا مش شايفين اي بنيفت في العيانين اخر ترايل معنا النهاردة هي اللي الطباية بقى الدابة بس في العيانات بتاعه اكتر من اربعين في المية والجيفار بتاعه اكتر من خمسة وعشرين. تعالك كده نبص هتلاقي كومبوزت اوتكم يعني كومبوزت اوتكم يعني الهوزبتاليزيشن والمورتاليتي الاتنين مع بعض. فيه ولكن اجين ويمكن دي اول ترايل فيها تنصف العيان انيها تلاتة. لاول مرة العيان اللي نيها تلاتة كان فيه سجنيفكنت اوتكم كهارت فيلير هوزبتاليزيشن نوت مورتاليتي. وحاجة غريبة جدا ان بتاعه قل لما بقى اكتر من ستين في المية وده عكس الكلام اللي تقال في طب هل في بين الدابة والديوريتكس زي اللي تقال مع الامبة لقيوا ان الناس اللي مش ماشي على ديوريتكس استفادوا ان تيرمز اوف كارديوفاسكولار ديس. العيان اللي مش محتاج ديوريتك وهفبف وانت بديته سجلته فالمورتاليتي فيه قلت. والعيان الديوريتك فيه دوز اكتر من اربعين لأول مرة هنا يعني يتحسن ان تيرمز اوف ولكن الافكت كله واضح في الناس اللي هي مش ماشي على ديوريتك دوز. فاللي مش ماشي على ديوريتك دوز مش ماشي على ديوريتك خالص هو احسن واحد استفاد من الدابة جليفلوزين ان تيرمز اوف هارت فيلير هستيطلايزيشن مع الديوريتك دوز اكتر من اربعين مفيش مورتاليتي بنيفيت ولكن مع الدابة استيل فيه صنب بنيفيت على مستوى الهارت فيلير هستيطلايزيشن. من الابريزل دوز انا يعني مش هقول هوم ميسيج على قد ما هي كي انكوايرز انا بالابريزل دا لاقي ان الاسجليتو ديدنت ريديوس الكارديوفاسكولار مورتاليتي ان اول ترايلز هو اول ترايل الياد دا بقتشاف بس اللي قالت فيه مورتاليتي بنيفيت. لسجليتو افكت عقده فاسكولار مورتاليتي is not clear in all spectrum of ejection فاكشن. طب بما ان ان هو مالوش مورتاليتي بنيفيت على كل الاجيكشن فاكشن. اذا. his will on heart failure hospitalization I think it is for symptom relief. يعني نقدر نقول ان الاسجليتو just smart expensive. ضيوبتي. اسجليتو didn't reduce the heart failure hospitalization or mortality for the patient was advanced heart failure. accept and deliver trial. يعني اول تلاتة major trials اللي اتخذ منهم الافيدنس لما العين بيكون نيها كلاس تلاتة مفيش افادة. طيب اسجليتو ممكن يزود الفاينانشال امباكت على الناس دي. يعني لما يوبا نيها كلاس تلاتة. وبيكل شوية خش المستشفى. وبياخد علاجات قد كده. ضايرتك قد كده. لما اتضيف له وهو ما فادوش في الترايالز ده ممكن يزود عليه وزود بين. عشان كده احنا محتاجين يوبا فيه على الناس دي. انا عايز اجرب في الهيف ريف والهيف في الناس اللي بتاعها نيها كلاس تلاتة. في الناس اللي ميها كلاس تلاتة وبتاخد دايوريتكس. النقطة المهمة بقى ان الاسجليتو اصلا وزود ترايد انبشانت وز ارني. يعني انا ما جبتش عيانين ماشيين وان هندرد برسنت على ارني. تمام? وجربت فيهم الاسجليتو. صحيح الساب جروب اناليسز ولكن السامبل سايز قلينا بقول لك عشرة في الماء من الناس بس اللي ماشيين على ارني. فعشان كده احنا محتاجين ترايلز توبهات توهد مع الاردي استابلشت ما احنا طلعنا في الترايلز بتاعت البراداين والكلام بتاعت الارني وقلنا ان فيه significant difference. فهل significant difference ده لما نحط عليه السجليتو هيبان ولا مش هيبان ده فكر. يعني اللي ما بيحتاجش ديوريتك هو اكتر واحد استفاد من السجليتو. back to the guideline recommendation. دلوقتي قالوا ان هو class one level of evidence A. اعتمادا على two trials. عايز اقول لك ان one trial هي اللي قالت ان فيه mortality benefit. ال other trial مقللتش بcardiovascular mortality. في other small trials على lower sample size ولكن انا معلق two major trials of sleep two. ليه بقى محتوط الكارديو فاسكولار mortality في على الرقم ان احنا شفنا مع بعض ان في العينين دول في ومحتوط في هو فقط مقلل مقللش الموتاليتي. ليه حطين cardiovascular disease ومدينها class one level of evidence A. دي اسئلة محتاجين ان الناس توضع عليها اللي عملوا trials واللي عملوا guidelines. and thank you.